اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يحييكم الله إخوان مرحبا بكم إذن يعني أخيرا وصلني المدى مع الهاتف التابت له أو هاتف تابت حتى لو لم يكن خاص به إذن هذا الشخص يريد تشغيل هذه الشريحة وتشغيل عليها الهاتف التابت موضوع معروف معناها معروف وسألني يعني مؤخرا للبعض سألني لماذا لم أضع هذا الفيديو وهذا الفيديو سبب عدم وضعي لهذا الفيديو أنني لا أملك هاتفا تابت لكي أجربه على هذه الإصدارات إذن الآن هذا المدام على تحديد سيء وصاحبه يحتاج إلى تشغيل الهاتف التابت عليه طبعا سأجرب أولا سأجرب التحديد 21-300-29 هذا أفضل تحديد إلى حد ساعة هذا وأفضل تحديد أكثر الاستقرارا وتابت إذن سأجربه وأجرب تشغيل الهاتف أولا نتأكد من نوع الإصدار الخاص به أهو نوع الإصدار أضمين أضمين ثم ندخل إلى الصفحة الرئيسية طبعا تلاحظوا هذا الإصدار سيء سيء جدا عندما نذهب إلى معلومات الجهاز لا يترك لي حتى التعرف التواني فقط وتختفي الصفحة لكن استطيع قراءة أهو 21-311-0502 أعتقد إلى آخره إذن ما أحظوكم هو سيء هذا 050255 هذا هو الإصدار 21-311-050255 هذا الإصدار سيء طبيعة الحال لا أدري إذا كان يدعم اللغة العربية إذن هو لا يدعم تشغيل الهاتف الآن المدام كما تلاحظون في الكام فيه شريحة موبيليز 3G ولا يدعم الاتصال بالهاتف التابت تستطيعون أن تحمل الملفات من أي فيديو متعلق بالمدمات جميع الفيديوهات المتعلقة بالمدمات وضعت تحتها رابط يقودك إلى ملف رئيسي على الميديا فاير تجد فيه جميع التحديثات جميع الملفات جميع برامج فكتشفير وغيرها طريقة التحميل بسيطة جدا وقد تركت أكثر من فيديو يوضح طريقة التحميل الذي يجد صعوبة في التحميل إذن بالنسبة لي ها هو الملف الذي أضع فيه أغلب هذه البرامج All Update هنا Huawei Update أضع معها أين هو؟ Huawei Update هذا الإصدار 21-333 لا أعتقد أنني جربته من قبل إذن ها هو 321 بما أننا في 311 ونريد الذهاب إلى أعلى نحتاج إلى Multi-Case Upgrade إذا كنا نريد النزول فنحتاج إلى Downgrade أو ما يعرف نعم بالنزول يعني تحديد نازل هذا التحديد النازل تحتاج إلى إدخال المدام في الوضع أيضا إذا وجهتك مشكلة يعني جربت التحديد العادي ولم تنفع معك دائما نجرب تحديد النازل أو جرب طريقة تحديد النازل التي هي إدخال المدام في الوضع الفاكتوري هذا بالنسبة لي توضع يعني البعض قد يلاحظ أننا نمطط أو نطيل في الفيديوهات السبب أن الأشخاص الفيديو ليس موجه لك وحدك أو لهذا أو لهذا أو لمستوى واحد الفيديو لي الجميع ولذلك أحاول أن أبسط حتى للمبتدي الذي لا يستطيع حتى الدخول للصفحة الرئيسية وحاول أنه أبسط قدر المستطع هذه الفيديوهات إذن دخلنا إلى الصفحة الرئيسية تأكدنا من الإصدار System ثم Device Information يعني هذه معلومات الجهاز ونتأكد إذا كان الإصدار 329 أكيد ليس 329 سنحتاج إلى الزهب إلى 329 إذن ها هي الطريقة أنزل الصفحة أفتح هذا البرنامج Multi-Cass Upgrade ها هو أفتحه من هنا English أتركها English من هنا هذا يسمى كروت شبكة داخلية أو كارت شبكة داخلية أين هي هذه المربعة هذه هذه أكشفوا المربعة هذه عالمة تشبه البي سي هذه كروت شبكة داخلية إذن التحديد لا يكون بالهاتف ولا عن طريق الواي فاي التحديد يكون عن طريق كابل RGB 45 هذا الأصفر وتوصل بنا الحاسوب والمدام طبيعة الحال ودائما تضغط على Refresh حتى تظهر لك EP هنا لا يهم إذا كانت تشبه هذه المكتوبة يعني الوي فاي هذه خاصة بالوي فاي TP-Link Wearless USB هذه خاصة بالوي فاي إذن دائما نستعمل الكروت الداخلية وغالبا تجد اسمها يشبه هذا Real Talk PC Family Control أو مقارب بهذا الاسم ودائما أيضا تظهر فيه EP إذن لا نستعمل الوي فاي ولا نستعمل الهاتف ومن هنا نحجد له أين يوجد التحديد أو قال لي وين هو التحديد أنا عندي في Desktop عندي في E نحجد له وين راح تحديد في البروغرام حطوه هنا في هذا الملف يسموه أنا هو هووي جميع التحديدات هنحطوه في هووي أين هي هووي update إذن ها هو 29 أين هو ها هو 319 نحدد ثم نضغط على Star إذا جد كهذه دير Always Access يعني لاحظوا في غالب الأحيان المودام لا يستجيب يعني يبقى الأضواء نفسها كما تلاحظوا في الفيديو أو في الصورة في الكام الأضواء بقيت نفسها إذن لا يستقبلي هذه طريقة تحديد مدى أفعل أضغط على Stop دائما أوضح هذه الفكرة وأنزع أو أقوم بسحب الشاحن ها هو يعني نضفي المودام ونعود نشعل تفول المودام ونعود نشعل الآن المودام نشعل ما ندير السطار ما زال ما ننتظر ما ننتظر وشو العلمة أو البعض يسئل كيف وقتها ندير الستار هذه وقتها ندير الستار لما تظهر كروت الشبكة وتتعرف على المودام يعني كروت الشبكة تتصل أو الحاسوب يتتصل من هو الذي يوضحه ها هو هاد الاتكالين هنا هاد المربع هاد الي احد الاعمي دار او اطفاء شوف او اطفاء دوكي ولي اش عال هاي هاد هاد المربع هنا هاد المربع الكابل الـRGB الى اصفر هاد معناها هنا خلاص معناها نقضى ندير ستار ندير ستار وشوف شوف الأضواء شوف اشتاء كل الشتفاء بقار البيض والزرق وبار بار هذا كالمرحلة الأولى بار يدل على النوم في المرحلة الأولى كيف يقول لي في المرحلة الثانية وينزوج بيران في الثالثة خلاص اشعال الخضر الآن ابيض اخذ ازرق وشرحناها في أكثر من فيديو هذه طريقة تحديد وللأسف البعض ما زال لديهم مشكلة في طريقة التحديد مرحلة الثانية من المفروض اذا كانت ناجحة لمرحلة الثانية يشعر الباور والأزرق وعموجين اذا اشتعل الباور هذا الابيض وحده الأزرق وحده الأحمر اه كما هنا هنا فشل لاحظوا شعر الزرق واللطفة هذه الإشارة هذه الإشارة تدل على التحديد لم ينجح stop وأبحث عن الخلل اعتقد انه تحديد محمي او معدل او لا ادري ما يسمى هذا التحديد انا لم يمر علي هذا التحديد تحديد سيء اذا سأقوم ب عدد تشغيل مدى أنا كنت أشك بأن هذا التحديد تحديد كما يقولون بالعرب العامية زبيا بمعنى الكلمة خورداء بمعنى الكلمة راح نجرب راح نجرب راح نجرب لنشوفوا المشكلة ها التحديد ايوه شعر المدى معنى ها التحديد مفاتش واش راح ندير راح نجرب وندخلوا المتصفح أول حاجة دائما بنفس الطريقة اكتياليزي ادمين ادمين واللي ما زال ما يعرف شراء كاي مسكين اللي لا خلاص يعني ما نحقره واحد ولكن كاي المسكين خاطيه كما يقولون خاطيه انت واحد كا نشد البانكات وليسct top shot وهي ليسuch وهي واحد ‫وو مياه وتسعين نقطة مياه وت dışنين ٦٦٨ ٦٨ نقطة، ٧ ٨ وهذا كامل ندخل كتب كل عنوان ١٩٩ نقطة، ٤٦٨ نقطة imagem ونضح نضح هاه تأتي قليلرة وكان طريقت تريد بلا فضع صفحة الرئيسية هننا نكتبوز ادمين تقنى هنوزة أه Pengu يوزرنيم و باسورد هما تنكتفون admin لكن هنا عدنا غير الباسورد يعني يوزرنيم رامة تحديث سيئة بمعنى الكلمة والكثير اشتكى من هاي التحديث صح وش نديرو نخلوه كاميرا نهبطوها لتحت ما نغلقوهاش نهبطوها لتحت وعيد ما نغلقوهاش نخلو الصفاة هادي ونبطوها لتحت وين نشوف نمشو اللي باتي اه عفون انابل مودة تيلاند وين هي انابل مودة تيلاند احتاز ظهر لنا press indicate و continue دي لهذه الجمهورات تفعيل تيلاند ما عدا الاصدار 21 329 اللي ما يحتاج الى تفعيل تيلاند اما بقية الاصدارات كلها تحتاج الى تفعيل تيلاند هاو تحديل تيلاند قمنا بتفعيل تيلاند البوتي يحتاج الى هذا البوتي باش نخدمو به لازم نفعله تيلاند هاو انابل تيلاند مود انابل تيلاند مود ايه واضحة طريقة نعاد نفتح البوتي ونكتبو 192 192 206 68 68 8 واحد اهدا يسموه اي بي الهوم او ادريس الخاص بصفحة الرئيسية للمودة نختار تيلاند ونضغط open الى اخرجتلك ايرور او حاجة معنى هارك غلقت المتصفحة هاد صفحة هارك غلقتها متغلقاش هاد واش نديرو نديرو انابل مود تيلاند درناها مرتين اذا نفس الشي هنا نهبطوه مرتين انطري انطري والان ندخلو الاكواد نتاع ما يسمى بالمود فاكتوري يعني ندخلو المودم في وضع المود فاكتوري نديرو التريقة اللي كنا نستعملوها في انزل او او يعني انزل المودم الى اسطار قديم نسخوه هادي ATSFM ها هي ايقال واحد نسخوه له هادي ها هي نديرو انطري اه قالك اوكي ثم ATSFM ها هي ها هي اسموها طريقة ادخال المودم في الوضع فاكتوري اه اه دار اوكي اوكي المودم المفروض يطفى او اطفى المودم اشتوق اطفى المودم خلاص قالك اطفى ليس سهل عليها غلق احنا خرج لنا اوكي 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 ادنا المود فاكتوري خلاص دوك نرجعو ننخدموه بالطريقة اللي اولا اللي كنا نديرها هاي هاي اشوف نرجعو لهجا اعفون اوه تحديد نرجعو لهجا نفس شي ريفراش هنا انجليش ريفراش باش يكتشف لنا الكارت الداخلية هاي الكارت الداخلية هادي اللي فيها ريالطاك جي بي فاميلي هادي ايوه نسيلك سينياس وندير اوبن ونمشو نوجهه الى المكان الموجود فيه التحديد او التحديد او التحديد التحديد شوفونا لك حطو تلي شارجته تلقاه فيما يضل او 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 مفعيل وليتلقاه في البلاصة الليك حطو فيها ونضغط على ستار جاتنا هادي تاع اكسس ايوه اوافق عليها وخلي المدامي بعد بنفس الطريقة باور ازرق وعمود واحد لا يدل على انه في المرحلة الاولى للارسال لما يدخل المرحلة التانية يعود يطفى وليش على الباور وازرق وعمودين على دلال لانه في المرحلة التالية المرحلة الاخيرة يطفى يعود يش على الباور والاخضر بدلا الازرق يشعل الاخضر ايوه دخل لمرحلة الثالثة مرحلة الثالثة يشعل الخضر باينها كي يشعل الخضر ارايك بالشتو تنحل العمود اللي في الوسط يشعل العمودين الاخرين لول و الاخر والخضر كما هكا هذي عالمة النجاح الاخضر الاخضر والعامود البيضيية والأخيرة هذي عالمة نجاح الارسال يعني كتعديوها إلي فكرة ربما ندل سيسلاء سلسلة فيديوهات نشرح فيها يعني من البداية من الألف أساسيات هذا العمل على المدامات هذه أساسيات نشرحها من الألف إلى الاحتراف يعني من بداية دخول الصفحة الرئيسية تغيير الباسورد تغيير اسم الوي في هذه الأشياء البسيطة هذه وصول إلى لأنه في هنا سياسة رمي يلقوا مشكلة خاصة اللي ما يعرفش وكاللي مسكين في سبب الباسورد يروح يقطع عشرين كيلو ويهبط المحل لها كسويلي أو بدلي الباسورد رمي وكما قلوا إحنا ويخبطوا بخمسين الف نحن نتمنى أن نشاركوا معكم أي معلومة نعرفها مقابل أنكم الدعاء فقط دعينينا الآن نجربوا شوفوا شوفوا شكاين في هذه الصفحة الرئيسية شوفوا هذا مشكلة تانية أظمين أظمين نفس الشيء هذا الكلمة اللي هنا عودة هنا ثم تسجيل الدخول هذا مشكلة هو شوى الضبط الأولي الضبط الأولي فيه مشكلة يعني يجي داخل يبوي فيك يقول لك لابدل بارك الله فيك لك ساهل وأي واحد يقدر يخترقك وكذا وكذا فيبوي فيك ترقلو الضبط الأولي هذا دلو التالي لا نعلم هذه المنطقة لا نعلم هذه المنطقة وأنا أعلان أني نتكلم شوى بالدارجة لأنه معظم هذه المدامات موجهة للجزائريين بشكل خاص تم التمكين دير إلغاء ما تديرش تم التمكين دير إلغاء هكذا أسديدي هذا اسمي كلمة المرور هذه كلمة المرور مشتعة الوي في نتعد دخول للصفحة الرئيسية الحالية هي أدمين نكتبه أدمين كما كنتم تكتوبها كما كنتم تشوفها ها هي نعودها ها هي ها هي هذه أدمين كتب أدمين كما كنتم تشوفها هذه أدوك جديدة جديدة حاول تدير فيها تمانية أرقام وحروف أو تستطيع تمانية أرقام تمانية حروف المهم من تمانية فما فوق أنا واش رح ندل ندل من لها أدمين نفسها نعودها أدمين وندل واحد ثلاثة أربعة باش ما ننسهاش لأنه سهل أد مين واحد ثلاثة أربعة تستطيع تضع أي كود يكون أكتر تعقيدنا أنا يعطيتها للسيد بش جهة سهلة إنها خلاص نعود نخرج هذه هي الإعجاجات الصحيحة شيء آخر مهم شوف أه 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 تستطيع أخرج كنورمال مو نفر آي با تجول هنا للنظام وتجول إعجاجات التحديد هذه حاجة مهمة أيضا لحظوا لازم هما اثنين تعطل هذه الخاصية ليس تلقي غير هذه معطل تحديد تلقائي معطل تحديد نشوف نديروا هكا كانت هكا نديروا هكا ونديروا تمكنها نديروا اكتير إذا تلقائها لم تتعطل شيء نشوف نشوف ندير هكا وإلغاء آي أي مريك لذلك خلاص لذلك نجرب الاتصال إذن الأخوان سنجرب الهاتف نعيط الرقم هذا نعيط لهم الهاتف نتعي هكا تشوف رايصوني هكا رايصوني عادي بشكل عادي رايصوني أنا تدير في سيم موبيلز أو شريحة موبيلز أنا نعيط لها رايصوني عادي هي لعكس نسي الاتصال هذا الاتصال دخل نسي الاتصال الخارج ايييه أود أنا قديم ما زل و الله غير ما زل قديم هنا انا أقعد خلي او ٦ ٢٦٠٦ trying to중it ت bien harter اقدمت اللذي إنجابت الس yüzden اقدمت اللذ resonate رائعية مليح أي ختم عادي إلى هنا أتمنى أن يكون أفاداكم هذا الفيديو أخوان دمتم في أمان الله السلام عليكم